الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من 140 ألف عامل أجنبي بالجزائر 25 ألف منهم بالجزائر العاصمة لوحدها أرقام تظهر المفارقات الغريبة التي تسير سوق العمل بالجزائر سوق تعرف فيه ظاهرة البطالة في صفوف الجزائريين ارتفاع سنة عن أخرى واقع أرجعه خبراء إلى غياب استراتيجية وطنية لتأهيل العمالة الجزائرية لسوق العمل والذي شكل العائق الكبير في وجه إنجاز المشاريع وتقليص البطالة على حد السواء 125 جنسي عبر العالم تزاحم الجزائريين في رحلة بحثهم عن لقمة العيش والتي تشكل فيها اليد العامل الصيني النصفة موزعين على قطعات البناء والأشغال العمومية والرأي فيما تجاوزت العمالة المصرية بالجزائر 12 ألف عامين ينشطون جلهم في قطاعات مقاولاتية وبنسبة أقل في التجارة والخدمات والتسير والطاقة وتوقع مكتب التمثيل العمالي المصري بالجزائر أن يتضاعف عدد العمال المصريين بالجزائر ليزيد من 50% والتحق اللاجئون السوريون الذي يقدر عددهم بحسب الإحسائيات الرسمية بـ 12 ألف سوري بالسوق الجزائرية إلى جانب اللاجئون الأفارقة من مالي والنيجر وقدرت أعدادهم الرسمية بأكثر من 50 ألف لاجئ وإن كانت مبررات السلطة لقرارات استيراد اليد العاملة الأجنبية لرفض الجزائريين العمل في بعض القطاعات فإن خبراء أرجعوا هذا العزوف إلى التمييز في الحقوق لا سيما في مسألة الأجر بين اليد العاملة المحلية والأجنبية اشتركوا في القناة